عصابع الاتهام كانت بتطارد رئيس نادي الزمالك المؤنس محمدوح عباس بسبب برفضه محمد صلاح ان هو يكون موجود في نادي الزمالك ايه تعليق حدرك على الجزئية دي هو انا حضرت اصلي وقعه بالظبط محدش حضرها يعني يمكن انا والمؤنس بريم محل تمام حضرنا وقعه المؤنس محمدوح عباس في هذا النوضوع تمام ويمكن كان الموضوع مش بالصورة اللي هي الناس بترددها وضح لنا انه رفض ولكن كان السؤال بيسأل ان فيه لعب عندكو بيقال انه اه كابتن محمد صلاح وكابولونه لعب واعده بتاعه كده كان كلامه يمكن هو ما كانش عنده المعلومة لكن هو ما كانش متأكد بالمتاع فلو فكرنا فيه انا اعمل ايه كان المانس بريم الحقيقة هو صاحب فكرة ان احنا ننتشر في المواقف في المحافظات وفي مواقف في مصر بتاعه فاخد الانهم كانوا اصدقاء فقالوا انت كل ما هنعمل اللي هي بقى ان مش اعرف ايه والموضوع ما خدش يعني صفة نقدر نقول رسمية وقبول بالرسمية ما كانش لكن اللي طلب كان سؤال كان سؤال واستفسار لكن اللي كان جاي وعارف الموضوع انه دلال بدينا حتى يستùng